في كتير طرق وسط الحياة تاموا فيها ناس وطرق تبان مفروشة وارد وتنتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة وهو الطريق 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 اشتركوا في القناة اهلا بكم وحبائي المشاهدين الكرام في كل مكان في العالم في حلقة اخرى جديدة من برنامج فكر المسيح موضوع حلقة اليوم عمل الروح القدس في شخص المسيح ربما يبدو العنوان غريبا عمل الروح القدس في شخص المسيح نحن نؤمن ان الله واحد مثلث الاقانيم الاب والاب والروح القدس ربنا يسوع المسيح في فترة وجوده على الارض كان فيه يحل كل ملء اللهوت جسديا بمعنى انه كان انسان كامل وفي نفس الوقت اله كامل الله الظاهر في الجسد عندما اتحدث عن عمل الروح القدس في شخص المسيح اتحدث عنه باعتباره ابن الانسان الرب يسوع المسيح له كل المجد جمع في ذاته طبيعتين طبيعة الله وفي نفس الوقت طبيعة الانسان فهو الله بكل ما تحمله معنى الكلمة وفي ذات الوقت هو انسان كامل بكل ما تحمله ايضا الكلمة من معاني طبعا لا مجال الان للحديث التفصيلي عن هذا الامر لكن على سبيل المثال للحصر لو حبينا مثلا ناخد بعض الشواهد الكتابية فعلى سبيل المثال الرب يسوع المسيح له كل المجد في حادثة اقامة لعازر مكتوب عنه بكى يسوع مين اللي يبكي بكل تأكيد الانسان بكى يسوع له كل المجد كانسان لكن بعدها بدقائق نادى بصوت عظيم وقال لعازر هلوم خارجا فخرج الميت من الذي اقام الميت من الاموال مين اللي قام الميت داوت الرب يسوع المسيح له كل المجد باعتباري ابن الله يبقى كابن الانسان بكى لكن كابن الله اقام الموتى دا يورينا مثال لموقف واحد جمعه اظهر الكتاب المقدس فيه لهوت ربنا يسوع المسيح وناسوته في ذات الوقت طبعا عندنا ايضا مثال اخر في انجيل يحنى اصحح اربعة في حديث الرب له كل المجد مع المرأة السامرية مكتوب عن ربنا يسوع المسيح لما تعب من الصفر مين اللي يتعب الانسان طبعا الله لا يتعب حاشا لا يكل لا يعيا لكن من الذي تعب هنا الانسان يسوع المسيح لما تعب من الصفر لكن بعدها بدقائق كشف اصرار السامرية وقال لها ماضيها كان لك وقال لها حاضرها والذي لك الان كشف عن ماضيها كان لك وكشف عن حاضرها الذي لك الان اذا عزيز المشاهد الكريم من هو عالم الاصرار كاشف الخبايا والنوايا مين الله يبقى اذا الرب يسوع المسيح جمع في ذاته بين النسوت واللهوت معا لو انتقلنا من يحنى اربعة الى على سبيل المثال ايضا للحصري مرقص اربعة نلأ ربنا يسوع المسيح في السفينة نائما مين اللي نام الانسان مكتوب عن الله لا ينعس ولا ينام لكن اللي نام الانسان فاللي نام في السفينة الانسان يسوع المسيح لكن بعدها بدقائق ايضا ايقظوا التلاميذ وقالوا له يا معلم اما يهمك ان انا نهلك له كل المجد قام وتحدث الى البحر والبحر اطاعوا قال للبحر اسكت ابكم فصار هدوء عظيم مين اللي يتحدث الى البحر ومين اللي يأمر البحر ومين في مرة اخرى نشي على المية في البحر هو الله الظاهر في الجسد اذا عزيز المشاهد الكريم نحن نؤمن وبالاجماعي عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد اذا نحن نؤمن ان ربنا يسوع المسيح كان انسان كامل لكن في ذات الوقت هو الله ظاهر في الجسد ده يقودنا الى موضوع حلقة اليوم عمل الروح القدس في المسيح عندما اتحدث عن عمل الروح القدس هاتحدث عن اقنوم الروح القدس وعمله في الانسان يسوع المسيح عزيز المشاهد الكريم الرب يسوع المسيح في الأناجيل الأربعة أظهر الكتاب المقدس عمل الروح القدس فيه مش بس في الأناجيل الأربعة أيضا فيه نبوات في العهد القديم عن هذا الأمر إذن عزيز المشاهد الكريم سأتحدث معكم اليوم في حديث تحت عنوان عمل الروح القدس في شخص المسيح وسأتحدث بنعمة الرب في عشرة مراحل بالضبط كده عشر مراحل في حياة ربنا يسوع المسيح المرحلة الأولى اللي هتكلم عنها من ضمن عشر مراحل هي مرحلة الولادة كيف ولد ربنا يسوع المسيح كيف ولد الحقيقة يختلف في ولادته عن مليارات البشر اللي ولدوا قبله وبعده ليه؟ لأن ولد ربنا يسوع المسيح وحبل به من الروح القدس وهنا نرى أول عمل من أعمال طبعاً ما أصدش أول عمل في الترتيب الزمني لأن في أعمال تمت في الأزل لكني أتحدث عن أول عمل في حديثنا اليوم وهو ولادة ربنا يسوع المسيح وأنا عايز عزيزي المشاهد الكريم ونحن نتأمل في ولادة ربنا يسوع المسيح الأمر معروف جداً والآيات اللي هأراها على مشهد ومسمع ومرأة من حضراتكم معروفة تماماً لكن أنا عايز أوصل لهدف وهو أن الروح القدس عمل في شخص المسيح في ولادته لأنه فريد فريد يقول عنه الكتاب وبالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد وبعدين تبرر في الروح يعني إيه تبرر في الروح؟ تعبير اللي احنا بنكرره دائماً في رسالة بوليس الرسول الأولى إلى تيموثاوس أصح 3 الآية 16 تبرر في الروح معناها ميزه الروح القدس عن سائر البشر على الأرض ميزه في أمور شتى في أمور عديدة في أمور كثيرة نبدأ أولاً بأنه ميزه في ولادته ولد بشكل مختلف المتكلم والمشاهدين وكل من تعرفه ولد عن طريق تزاوج أبوي زوجي رجل وامرأة تناثر تكاثر جسدي وده الوضع الطبيعي بتاع أي شخص ولد لكن ربنا يسوع المسيح ولد بدون تدخل بشري ولد بدون زرع بشر ولد بدون تدخل إنساني ولد من الروح القدس أعتقد أن أروح ما يمكن هو قراءة الأجزاء الكتابية الواردة في إنجيل لوقة عن هذه الحادثة هذه الأقوال المباركة المحفوظة لنا أذاننا تلذ أن تسمعها لذا سنتمتع الآن سنمتع أذاننا وسننعش قلوبنا بقراءة هذه الأجزاء المباركة أولا من إنجيل لوقة الأصح الأول العدد السادس والعشرون يقول الكتاب وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء ماريام لاحظ تأكيد الروح القدس على أنها عذراء إلى عذراء مخطوبة ثم يعود ويكرر ويقول واسم العذراء ماريام إذن في آية واحدة هي الآية 27 يؤكد الكتاب المقدس أنها عذراء فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أياتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية فقال لها الملاك لا تخاف يا ماريام لأنك قد وجدت نعمة عند الله وها أنت ستحبلين عذراء قال لها الملاك وها أنت ستحبلين أمر غريب وتلدين ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية فقالت ماريام للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلاً كلام واضح العذراء بتسأل كيف إزاي كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلاً ملك جايب رسالة قاطعة محددة جازمة فأجاب الملاك وقال لها الحل الروح القدس الروح القدس المعضلة دي اللي العقل البشري لا يقبلها العقل البشري لا يقبلها الطب لا يقبلها المنطق لا يقبلها التاريخ لا يقبلها العقل البشري لا يقبلها كيف يولد إنسان بدون أب بدون رجل اتنين التاريخ لا يقبلها لم يحدث منذ خلق آدم إلى ولادة المسيح 4000 سنة لم يحدث هذا الأمر وما حصلش ومش يحصل تاني بعد كده المنطق العقل التاريخ الطب لكن شكرا للرب الحل حتى إن العذراء مريم تسألت هي لم تعترض لكنها تسألت وقالت كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا الملاك جبرايل فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس عايزة تعرفي الحل عايزة تعرفي السر عايزة تعرفي حل هذه المعضلة حل هذا اللغز الروح القدس الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله الروح القدس يحل عليك إذن أول عمل من أعمال الروح القدس في شخص المسيح في حلقة اليوم هو الولادة حبل به من الروح القدس وطبعا في لقى واحد البشارة في لقى اثنين الولادة يقول الكتاب وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرنيوس والي سوريا فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته فصاعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لح لكونه من بيت داود وعشرته ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلة الروح القدس ما زال يؤكد يا جماعة حاجة غريبة جماعة أمر عجيب المخطوبة وهي حبلة لكن احنا عارفين الحل احنا عارفين حل هذا اللغز احنا عارفين حل هذا المعضلة الروح القدس الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك وبينما يقول الكتاب وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل وبعدين يستمر البشير اللوق في الحديث عن الرعاة وعن الملائكة وعن جزء رائع الحقيقة وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرصون حراسات الليل على رعيتهم وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما فقال لهم الملاك لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب نهولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وهذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مزود وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسر أنا قلت لحضراتكم نحن نستمتع وإحنا بنقرأ هذه الأجزاء الجميلة من إنجيل لوقة عن ولادة ربنا يسوع المسيح لكن الأمر الهام كيف ولده كيف حبل به الروح القدس يبقى إذن أول عمل من أعمال الروح القدس في شخص المسيح هو الولادة ثانيا بعد ما ولد ربنا يسوع المسيح وهو طفل صغير كان ينمو كصبي ويتقوى مصدر القوة في حياة المسيح إحدى أهم مصادر القوة في حياة ربنا يسوع المسيح الروح القدس الروح القدس هو مصدر القوة أتحدث هنا عن الإنسان يسوع المسيح أتحدث عن ربنا يسوع المسيح باعتباره ابن الإنسان أعتقد الأمر واضح وسهل ومفوش أي لبس على الإطلاق أننا نؤمن أن الله ظهر في الجسد فربنا يسوع المسيح زي ما بنقول في القول الشهير لا هوتو لم يفارق ناسوتو لحظة واحدة ولا طرفة عين أي نعم دي مش آية كتابية لكنها حقيقة كتابية حتى لو مش آية كتابية لكنها حقيقة كتابية أنه لا هوتو لم يفارق ناسوتو لحظة واحدة ولا طرفة عين أتحدث هنا عن النسوت رب يسوع المسيح وهو صبي صغير كان ينمو كان يتقوى سر النمو الروح القدس مصدر القوة الروح القدس دعونا نقرأ أيضا هذا الجزء من إنجيل لوقة أصحاح 2 الآية رقم 40 يقول الكتاب وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة وكانت نعمة الله عليه الآيات الرائعة دي بتورينا ناسوت ربنا يسوع المسيح وبتورينا إنه بينمو ينمو بالروح وبيتقوى ويتقوى بالروح ويمتلئ حكمة ممتلئا حكمة والسبب بالروح وكانت نعمة الله عليه والسبب الروح القدس عزيز المشاهد الكريم ربما تتساءل ما هي الفائدة المباشرة لي أنا اليوم من هذه الأقوال ماذال الروح القدس هو مصدر النمو ما ذال الروح القدس هو مصدر القوة ما ذال الروح القدس هو مصدر الامتلاء بالحكمة عزيز المشاهد الكريم الرب يسوع المسيح كإنسان كان بينمو ويتقوى بواسطة الروح القدس الروح القدس يسكن في كل مؤمن وبالتالي متاح عزيز المشاهد الكريم إن كنت قبلت ربنا يسوع المسيح مخلصا شخصيا لحياتك فالروح القدس يسكن فيك وبالتالي لا مجال للعذر بأنك لا تنمو روحيا لا مجال للضعف لا مجال للجهل لأن الروح القدس يجعلك ممتلئا حكمة إذن ما حدث مع ربنا يسوع المسيح في لوق اتنين أربعين يمكنه أن يحدث معك تماما ليه لأن الرب يسوع المسيح في لوق اتنين أربعين كان إنسان مثلنا ما خلل خطية وحدها ثانيا الروح القدس اللي جعله ينمو ويتقوى ويمتلئ حكمة هو ذاته الروح القدس الساكن فينا بنفس الكيفية ذاته لأن الروح القدس كما تعلمنا في الحلقات الماضية شخص الروح القدس أقنوم إلهي إذن عزيز المشاهد الكريم ذات الروح القدس شخص الروح القدس أقنوم الروح القدس الذي كان يسكن في ربنا يسوع المسيح ويملأه ويجعله ينمو ويتقوى هو بالضبط كده ذات الروح القدس الذي يسكن فينا الآن وبالتالي تقدر تقول تقدر تستبدل كلمة الصبي وتحط اسمك أنا أقدر أستبدل كلمة الصبي وحط اسمي وأقول عادل وكان عادل ينمو ويتقوى بالروح إذن لو حياتي اعترضت على هذا الأمو يتلف أين النمو أين التقدم أسأل أين الروح القدس الروح القدس يسكن في إذن مذالت الفرصة قائمة كان عادل ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة أتمنى أنه ده يحدث حرفيا معي وكانت نعمة الله عليه عزيز المشاهد الكريم تقدر تحط اسمك تماما الآن تقدر تحط اسمك تقول ممكن تقول معي وكان قول اسمك وكان أو وكانت فلان وكان فلان ينمو ويتقوى بالروح كان فلان ينمو بالروح كان فلان يتقوى بالروح كان فلان ممتلئا حكمة وفي نفس الوقت وكانت نعمة الله عليه السر الروح القدس إذن عزيز المشاهد الكريم ونحن نستمتع معا بحلقة اليوم تحت عنوان عمل الروح القدس في المسيح رأينا حتى الآن حبل به من الروح القدس ثانيا كان ينمو ويتقدم ويمتلئ حكمة بالروح القدس الأمر الثالث الأمر الثالث موسح بالروح القدس الكلام ده نشوفه في أعمال عشرة تمانية وتلاتين يعني ايه موسح بالروح القدس أقرى ما حضرتكم الأول الآية في أعمال الرسل الصح عشرة الآية تمانية وتلاتين وبعدين أشرح لحضراتكم يعني ايه موسح بالروح القدس في أعمال الرسل الأصح الأصح العاشر الآية ثمانية وتلاتين يقول الكتاب يسوع ولما يقول يسوع بنتكلم هنا عن الإنسان يسوع يسوع اسمه الإنسان الذي من الناصرة وهو طفل صغير لما بينده عليه أصحابه الرفقة يقولوله يسوع اسم شائع في الوقت ده هو نفسه يسوع هو نفسه أليشع نفس الأسماء نفس الأصل نفس الروت نفس جذر الكلمة يسوع اسمه الإنسان يسوع الذي من الناصرة بلده احنا بتكلم عن شخص اسمه يسوع ومن بلد اسمه الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس كل مرة هنقف هنقف عند تعبير الروح القدس كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه يعني ايه مسحه الله بالروح القدس يعني ايه مسحه الله بالروح القدس ايه التعبير ده ايه المعنى المعنى ببساطة لكلمة مسحه الله بالروح القدس مش معناها طبعا مش معناها جاب زيت وصلى على الزيت وحط الزيت على رأس ولا لا لا مش معناها كده معناها مسحه الله بالروح القدس اي خصصه وعينه لعمل ما فمسحه فمسحه افضل كلمة ممكن تضعها مرادف لها عينه عينه لوظيفة فمثلا في ثلاث ثلاث وظائف بيمسح صاحبهم وظيفة الملك علشان شخص يبقى ملك لازم يمسح يعني ايه مثلا صمويل يمسح داود ملكا يعني يعينه يعلن قرارا الهيا بتخصيص هذا الشاب ليكون ملكا على اسرائيل مسحه الله اي عينه خصصه لوظيفة فالملوك فئة من الفئات الثلاث اللي لابد ان يمسحه لاداء المهمة مع الملوك الانبياء الرب كان بيطلب مرات من مثلا اليا يروح يمسح مثلا عليشع ابن شافاط نبيا فالانبياء ايضا بيمسحه يعني ايه الله يمسح النبي يعني يعينه يفرزه يخصصه لاداء مهمة النبوة الفئة الثالثة من البشر اللي بيمسحه هي فئة اللي بعد الانبياء كما رأينا والملوك الفئة رقم ثلاثة من الفئات اللي بيمسحه هو انا هطلع مع حضراتكم فاصل وبعدين بعد الفاصل هكمل مع حضراتكم الفئات الثلاث اللي بيمسحه لان لان احنا شفنا الانبياء وشفنا الملوك وهكمل مع حضراتكم بعد الفاصل لكن عايز اعمل مقدمة لحضراتكم للترنيمة اللي هنسمعها دلوقتي هنسمع ترنيمة مع الاخ ايمن كفروني ترنيمة بتقول بتقاطب الرب يسوع المسيح بتكلم عنه بتقول مسيحي مين عاش حياتك مين قال كلامك ازاي يحول عناية عنك لكن علشان ما سبش حضراتكم حيارة مين الفئة الثالثة اللي بتمسح الفئة الثالثة هم الكهنة لازم الكاهن كان يمسح يبقى اذا عشان تستمتع بالترنيمة لازم تعرف ان الرب يسوع المسيح مسح وهو بيؤدي ثلاث وظائف وظيفة الملك وظيفة الكاهن وظيفة النبي خلونا نستمتع بهذه الترنيمة معا ونشوف الرب يسوع المسيح وهو عايش على الارض نشوف ونقول له كده مسيحي للارض جيت وبين مشيت مين عاش حياتك مين قال كلامك ازاي يحول عناية عنك دعونا نستمتع مع الاخ ايمن كفروني بهذه الترنيمة ثم اعود لمواصلة حديث عن عمل الروح القدس في شخص المسيح مسيحي للارض جيت وبين نمشيت مين عاش حياتك مين قال كلامك ازاي حول عناية 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 مسيحي للارض جيت وبين نمشيت مين عاش حياتك مين الكلامك ازاي حول عناية عناية حبيبي رأسك حنيب بدموعك بكيت من شل صليبك من دق عذابك ازاي حول عناية 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 عيني عناك ازاي حول عيني عناك مسيحي عشاني جيت وقلت وناديت من متبدالة من دم وسطرة ازاي حول عيني عناك حبيبي قلبي سبيب لما لك جريت من رب غيرك دبي تحضن ازاي حول عيني عناك عيني عناك حبيبي قل سبيب لما لك جريت من رب غيرك دبي تحضن ازاي حول عيني عناك ازاي حول عيني عيني عناك مسيحي مسيحي للارض جيت وبيننا مشيت مين عاش حياتك مين قال كلامك ازاي حول عيني عنك حقيقة كلمات كتبها صديق شخصي لي صديق شخصي لي اسمه الدكتور اهاب نبيل كتب هذه الكلمات الرائعة اللي احنا استمعنا اليها والمرنمة الموهوبة منال سمير لحنت هذه الكلمات وشفنا دلوقتي الاخ ايمن كفروني وهو يؤدي هذه الكلمات اذا عزيز المشاهد الكريم حقيقة انا شخصيا واحنا بنسمع الاخ ايمن قلبي كان طاير من الفرح وبيقول حبيبي عن ربنا يسوع المسيح مبارك اسم الرب إلى الابد عزيز المشاهد الكريم عمل الروح القدس في شخص المسيح رأينا حتى الآن عمل الروح القدس في شخص ربنا يسوع المسيح كابن الإنسان في ولادته كيف حبل به من الروح القدس ثانيا عمل الروح القدس في حياة المسيح الإنسان يسوع في نموه كان ينمو ويتقوى بالروح وممتلئا حكمة وكانت نعمة الله عليه وكان السر الروح القدس رأينا أيضا قبل الفاصل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة مسحه خصصه لأداء عملا معينا مسح ربنا يسوع المسيح كملك مسح ربنا يسوع المسيح ككاهن مسح ربنا يسوع المسيح كنبي إذن وطبعا كلمة كنبي مش معناه أنه هو نبي لكن أدى وظيفة النبي يعني أدى وظيفة النبي النبي هو الشخص الذي يستحضر الله إلى الإنسان ويقول هكذا قال الله ومش بس هو استحضر الله إلى الإنسان لكن هو الله بذاته جاء إلى الإنسان وظيفة الكاهن عكس وظيفة النبي وظيفة النبي كما رأينا يستحضر الله إلى الإنسان وظيفة الكاهن يحمل الإنسان ويقربه إلى الله ودل عمل ربنا يسوع المسيح لما حملنا في ذاته وقدمنا إلى الله شكراً للرب من كل القلب إحنا الآن مملؤون فيه يعني إحنا مكملين فيه الله يرانا قدسين وبلا لو فيه مبارك اسم الرب إلى الأبد إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة ولأن الله مسحه بالروح القدس والقوة النتيجة يقول عنه الكتاب الذي جال يصنع خيراً ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس شكراً له من كل القلب جال يصنع خيراً ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس جال في أرضنا عمل لخيرنا مبارك اسم الرب إلى الأبد علشان وقت الحلقة وعشان أقدر أنتهي من كل الأفكار الكثيرة اللي ناوي أشارك حضراتكم بيها رابعاً استقر الروح القدس عليه في هيئة جسمية مثل حمامة في إنجيل متة أصح تلاتة في حادثة المعمودية متة تلاتة الحقيقة الجزء ده مهم جداً نتأمل فيه إنجيل متة أصح تلاتة في حادثة المعمودية يقول الكتاب ابتداء من الآية 13 حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يحنى ليعتمد منه وطبعاً عارفين المحاذثة اللي تمت ولكن يحنى منعه قائلاً أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السموات قد انفتحت له فرأى روح الله التعبير رأى المقصود بيحنى فرأى روح الله ناذلاً مثل حمامة وآتياً عليه وصوت من السموات قائلاً هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت هذا المشهد الرائع اللي بنشوف الروح القدس نازل في هيئة جسمية مثل حمامة ومستقراً عليه خلونا نمشي خط وخط خلونا نركز على مستقراً عليه خلونا نركز على مثل حمام مستقراً عليه يعني ايه مستقراً عليه لو تفتكروا في أول آيات الكتاب المقدس في سفر التكوين في أول أصحاح في الكتاب المقدس لما الله خلق السموات والأرض في البدء خلق الله السموات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه يعني روح الله يرف على وجه المياه لا يجد مستقراً لا يجد شخص قدوس كامل يستقر عليه فروح الله يرف وظل روح الله يرف من تكوين واحد حتى متى ثلاثة لغاية ما وجده ربنا يسوع المسيح الإنسان الكامل فالروح القدس قال هو ده هو ده الشخص اللي أنا بدور عليه هو ده الشخص اللي أنا أجد فيه راحة هو ده الشخص اللي أجد فيه مستقراً فروح الروح القدس قال لا 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 خلاص أنا مش هرف تاني أنا هستقر عليه أخيراً استقر الروح القدس مبارك اسم الرب إلى الأبد الآب من السماء فرح جداً بهذا المشهد وقال هذا هو هو ده هو ده هو ده اللي الروح القدس استقر عليه هذا هو هذا هو يعني هو ده هذا هو باللغة العربية معناه هو ده هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت شكرا للرب من كل القلب الروح القدس استقر علي معناه هو الوحيد الكامل القدوس هو الوحيد اللي الروح القدس ينفع يستقر علي شكرا للرب من كل القلب لكن ليه مثل حمامة لو شفنا في يوم الخمسين الروح القدس لما في تكوين الكنيسة ما كانش نازل مثل حمامة لكن كألسنة ألسنة منقسمة كأنها من نار نار ليه الروح القدس في يوم الخمسين في تكوين الكنيسة لما ينزل ويسكن في المؤمنين يبقى نار وليه الروح القدس لما يستقر على المسيح يبقى مثل حمامة كل يناسب طبيعة الشخص فنار تناسب طبيعتنا البشرية التي تحتاج إلى تنقية تحتاج إلى قداسة طبيعتنا تحتاج نار لكن شكرا للرب من كل القلب ربنا يسوع المسيح طبيعته شخص وديع رقيق فالروح القدس يستقر في هيئة جثمية مثل حمامة مبارك اسم الرب إلى الأبد ما ذلنا في رحلة رائعة في الكتاب المقدس رحلة عنوانها عمل الروح القدس في المسيح رأينا أولا كيف حبل به من الروح القدس ثانيا كيف كان ينمو ويتقوى بالروح القدس ثالثا كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس رابعا رأينا الروح القدس نازل في هيئة جسمية مثل حمامة ومستقرا عليه خامسا في نبوة في سفر إشعياء أصحاح 42 يقول الكتاب أن الروح القدس وضع عليه سفر إشعياء أصحاح 42 هو ذا عبدي الذي أعدده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم هذا الشخص العظيم اللي وصف في سفر إشعياء أصحاح 42 عبدي الذي أعدده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم كابن الإنسان الكامل لا يصح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته قصبة مرضودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ إلى الأمان يخرج الحق لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنلر الجزائر شريعته مبارك اسم الرب إلى الأبد عد معايا عزيز المشاهد الكريم سبع لاءات سبع لا لا يصيح لا يصيح اتنين لا يرفع تلاتة لا يسمع في الشارع صوته أربعة قصبة مرضودة لا يقصف خمسة فتيلة خامدة لا يطفئ ستة لا يكل سبعة لا ينكسر سبع لاءات بتورينا ربنا يسوع المسيح أنا من ضمن المشاهد المؤثرة اللي كل ما أرى هذا الجزء شعياء اتنين واربعين قصبة مرضودة لا يقصف فتيلة خامدة لا يطفئ أفتكر صورة شفتها رحت أخدم في مؤتمر للشباب وبعدين بيعملوا كتاب بيسموه بامفلت أو مذكرة بيحطوا فيها الترانيم وموضوعات المؤتمر فلما بوصل بدري أروح ماسك الكتاب أشوف الترانيم اللي هرنمها شوف ترتيب الموضوعات شد انتباهي الغلاف بتاع الكتاب الحقيقة أبدع الشاب اللي صمم الغلاف كان الغلاف موضوعه قصبة مرضودة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ فالشاب رسم صورة معبرة جد رسم صورة شمعة مكسرة شمعة تخيلوا معايا شمعة مكسرة وبتطفئ كمان خلاص بتطفئ يعني عندها مشكلتين الشمعة دي مكسرة وبتطفئ لكن الفنان الشاب الجميل ده رسم ايد الرب وهي محطوطة مع الشمعة ولافف كده زي حبال حواليها فايد الرب سند الشمعة المكسرة فنقدر نقول قصبة مرضودة مرضودة يعني مدجدشة لا قصبة مرضودة لا يقصف يبقى كده علج مشكلة انها مرضودة وبايده التانية ايد سندها سند الشمعة سند القصبة المرضودة المدجدشة وبالايد التانية حوالين اللهب علشان تنور عشان بيداري على الشمعة عشان تأيد عشان تنور شكرا للرب من كل القلب وكأن الشمعة ترنم وتقول دي ايدك محوطاني فحضنك وضماني وعناية الهية مبارك اسم الرب الى الابد هي سر حياتي مبارك اسم الرب الى الابد قصبة مرضودة لا يقصف كان بيعمل كده ازاي جات له منين هذه الامكانيات يعني ازاي لا يصيح ازاي لا يسمع في الشرع صوت كل هذه القدرات والامكانيات الرب يسوع المسيح كان بيعملها بقوة الروح القدس وضعت وضعت روحي علي مبارك اسم الرب الى الابد الامر رقم 6 الرب صار كل خطواته بالروح في لوقة اربعة في مجمع الناصرة هنشوف في لوقة اربعة في مجمع الناصرة يقول الكتاب اما يسوع فرجع من الاردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية يقتاد بالروح وروح القدس قاده يعني يقتاد بالروح يعني الروح القدس هو اللي بيقوده مش المشاعر الانسانية ومش البشر احنا للأسف مرات مش بننقاد بروح الله مع انه مكتوب الذين ينقادون بروح الله فالذي هم ابناء الله لكن مرات بننقاد بالمشاعر الانسانية مرات بننقاد بالتدخل البشري لكن الرب يسوع المسيح ما كانش بينقاد بالمشاعر الانسانية يعني ايه مشاعر يعني ما كانش بتحرك نتيجة هو عواطفه بتقول كده نفسه يعمل كده لي رغبة يعمل كده لا الرب يسوع ما كانش بيعمل كده فمثلا عند الصليب كان نفسه حزينة جدا نفسي حزينة جدا حتى الموت وكان مشاعره الانسانية بتقول انشئت ان تجيز عني هذه الكأس لكن ما كانش بتحرك طبقا لهذه المشاعر لكن قال لكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك يبا اذا لا مجال هنا للمشاعر الانسانية فقط لتحكم قراراته ايضا ما كانش بينقاد بسبب الناس حاولت مرة المطوابة العذراء مريم في حادثة تحويل الماء لخمر في معجزة تحويل الماء للخمر القديسة المطوابة العذراء مريم قالت له ليس لهم خمر ودي عبارة عن طلبة في صيغة خبر هي بتقول له خبر ليس لهم خمر وكانت دي عبارة عن طلبة قلت له يعني صرف ليس لهم خمر هو قال لها يا امرأة لم تأتي ساعاتي بعد كان بينقاد بالروح القدس اذا عزيز المشاهد الكريم ربنا يسعدنا علشان يتحقق فينا المكتوب الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله مبارك اسم الرب إلى الأبد الرب يسوع المسيح كان ينقاد بالروح القدس وطبعا في الآية 14 في نفس الأصحاح لوقة 4 14 ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل فبرضه رجع بالروح كان ينقاد بالروح في الآية واحد أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البري وكان يقتاد وكان يقتاد يعني يقتاد اسم مفعول يقتاد يعني وقع علي فعل الفعل الروح القدس يقود يقتاد بالروح قادة قائد منقاد فقادة ده الفعل قائد هو الروح القدس منقاد أمر غريب جدا أن اسم المفعول هنا هو ربنا يسوع المسيح تخيلوا معك إنسان يقتاد بالروح القدس عجيب جدا ربنا يسوع المسيح في لقى 4-14 ورجع يسوع بقوة الروح القدس الروح القدس هو اللي بيقوده روح القدس يقوده من الأردن إلى البرية ثم يقوده مرة أخرى من البرية إلى مجمع الناصرة منقاد بالروح وكأنه يرنم ويقول سيدي ماذا تريد اهدني حيث تريد إنني لست أريد غير فعلي ما تريد الأمر رقم سبعة اللي بنشوفه في عمل الروح القدس في المسيح كان يعمل المعجزات والآيات بالروح القدس وده اللي نشوفه في يحنى 3-34 الرب يسوع المسيح كان يجري المعجزات بقوة الروح القدس في إنجيل يحنى أصح 3-34 يقول الكتاب لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله ويبدأ بعد كده يستمر يوصف المعجزات اللي بيعملها ربنا يسوع المسيح ويقول عنها أنها بقوة الروح القدس الحقيقة الأمر ده هو اللي مرتبط بالحاجة اللي مهمة جدا نعرفها وهي خطية التجديف على الروح القدس الحقيقة في كل مرة ذكرت خطية التجديف على الروح القدس في الكتاب كانت مرتبطة بمعجزات عملها ربنا يسوع المسيح ونسبت هذه المعجزات التي أجراها ربنا يسوع المسيح بقوة الروح القدس نسبت إلى الشيطان عزيز المشاهد الكريم الرب يسوع المسيح كان يجري الآيات والمعجزات بقوة الروح القدس وهو قال كده أنا بروح الله أخرج الشياطين إذن عزيز المشاهد الكريم الرب يسوع المسيح في حياته على الأرض كان بيجري المعجزات والسبب اللي بيخليه يجري هذه المعجزات الروح القدس كان يعمل الآيات والمعجزات بالروح القدس شكرا للرب من كل القلب الحقيقة أمر رائع وعجيب اللي ربنا يسوع المسيح كان بيعمله بقوة الروح القدس الأمر رقم تمانية وده أمر عجيب جد الصليب احنا ابتدنا بالولادة نصل الآن إلى الصليب الرب يسوع المسيح قدم نفسه على الصليب بالروح القدس الآية الشهيرة عبرانين 9 14 بروح أزلي قدم نفسه لله بروح أزلي قدم نفسه لله في الرسالة إلى العبرانين الأصح التاسع العدد الرابع عشر يعني إيه الكلام ده يعني ربنا يسوع المسيح بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب خلونا نفسر الآية دي جزء جزء قدم نفسه دي أمرها سهل قدم نفسه لله لكن بروح أزلي يعني تم في الأزل بواسطة الروح القدس الحقيقة مشروع الفداء ده مشروع أزلي ومشروع الفداء اشترك فيه الله الآب والإب والروح القدس فالروح القدس هو اللي بواسطته قدم المسيح لله ربنا يسوع المسيح مكتوب عنه بالنص في عبرانين 9-14 بروح أزلي قدم نفسه لله إذن عزيز المشاهد الكريم رب يسوع المسيح لما ذهب للصليب وقدم نفسه لله كان بواسطة عمل الروح القدس فيه وده طبعا أمر في منتهى العجب يمكن أول مرة ندرك وأنا شخصيا منبهر وأنا أقدم لكم هذه الحقائق عن عمل الروح القدس في شخص المسيح تقريبا كل حاجة عملها الروح القدس في شخص المسيح من وقت ما حبل به من الروح القدس الولادة النمو وهو صبي موسح بالروح القدس جال يصنع خيرا وشفنا المعجزات أنا بروح الله أخرج الشياطين وشفنا كل التفصيلات لغاية ما وصلنا الآن إلى الصليب حتى الصليب قدم نفسه لله بروح أزلي قدم نفسه بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عين لكن دعد الصليب على طول أمر تاسع ورقم تسعة في تأملاتنا قام به من الأموات مبارك اسم الرب إلى الأبد مين اللي أقام ربنا يسوع المسيح من الأموات للإجابة على هذا السؤال نقول الابن أقام نفسه هو قال كده ليه سلطان أنا أضاعها وليه سلطان أنا أخوذها أيضا وقال مرة أنقضوا هذا الهيكل وأنا فيه ثلاثة أيام أقيمه كان بيتكلم عن هيكل جسده فالرب يسوع المسيح أقام نفسه الآب أقام مكتوب في رسالة روميا أنه أقيم من الأموات بمجد الآب الآب أقام لكن في نفس الوقت أيضا الروح القدس أقام وده اللي قاله الرسول بطرس في بطرس الأولى ثلاثة تمنتاشر بطرس الأولى ثلاثة تمنتاشر لما قال عن ربنا يسوع المسيح مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح وبرضه خلي بالكم النطق الصحيح محيا في الروح يعني إيه محيا في الروح يعني وقع عليه فعل الفاعل أحيا محي محيا أحيا ده الفعل محي هو الفاعل محيا ده اسم مفعول فالرب يسوع المسيح في بطرس الأولى ثلاثة تمنتاشر مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح يعني محيا في الروح أي أن الروح القدس أحيا وأقامه من الأموات مبارك اسم الرب إلى الأبد الروح القدس كان السبب في أنه حبل به والروح القدس كان السبب في إقامته من الأموات مماتا في الجسد محيا في الروح وده يورينا عمل الروح القدس في شخص ربنا يسوع المسيح في كل مراحل حياته مبارك اسم الرب إلى الأبد خلي بالك العمل تم في الأزل بروح أزلي قدم نفسه لله في الأزل وهذا العمل سيستمر إلى الأبد مبارك اسم الرب إلى الأبد هذا يقودنا إلى الفكرة رقم عشرة فكرة العشرة رب يسوع المسيح سيملك بقوة الروح القدس وده نبوات وردت في سفر إشعياء أصح 11 طبعا موضوع ملك المسيح العتيد أن يحدث ده أمر هام جدا وأتمنى أفرد له حلقة خاصة للحديث عن ليأتي ملكوتك لكن في إشعياء 11 يقول الكتاب ويخرج قضيب من جزع يسة وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفه روح المشورة والقوة روح المعرفة وخافة الرب ولذته تكون فيما خافت الرب فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنه لكن بعدين يقول الكتاب إيه مش بيحكم بحسب نظر عينيه ولا بيحكم بحسب سمع أذنيه بل يقضي بالعدل للمشاكين ويحكم بالإنصاف لبائس الأرض الجزء ده هيحصل لما يملك ويكون البر منطقة متنيه والأمانة منطقة حقوي وطبعا في ملك المسيح الألفي في ملك العتيد اللي هيحصد بعد اختطاف الكنيسة ولمدة ألف عام هتحصل الحاجات الحرفية دي فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي والعجل والشبل والمسمن معا وصبي صغير يسوقها والبقرة والدبة ترعيان والأسد كالبقر يأكل تبنا ويلعب الرضيع على سرب الصلي ويمد الفطين يده على جحر الأفعوان والبشر مكتوب عنهم ولا يسؤون ولا يفسدون في كل جبل قدسي لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر طبعا الكلام ده مش حادث الآن والكلام ده مش هيحصل حاليا لكن سيحدث لما ربا يسوع المسيح يملك والسر بقى سيملك بقوة الروح القدس روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب حبائي في ختام حلقة اليوم أذكركم بموضوع الحلقة عمل الروح القدس في شخص المسيح شفنا عمل الروح القدس في شخص ربنا يسوع المسيح أولا حبل به من الروح القدس ثانيا كان ينمو ويتقوى بالروح القدس ثالثا مسح بالروح القدس رابعا استقر الروح القدس عليه في هيئة جسمية مثل حمامة خامسا الروح القدس وضع عليه سادسا صار كل خطواته منقادا بالروح القدس سابعا كان يعمل الآيات والمعجزات بقوة الروح القدس ثامنا قدم نفسه لله على الصليب بالروح القدس تاسعا قام من الأموات بقوة الروح القدس عاشرا سيملك ملكه العتيد القادم على الأرض بقوة الروح القدس ايه الهدف ايه الخلاصة من حلقة اليوم هذا هو عمل الروح القدس في شخص المسيح ماذا عن عمل الروح القدس في شخصك أنت إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام يسوع من الأموات سيحي أجسادكم المائتة أيضا بروحيه بمعنى ايه بمعنى أن الروح القدس يمكن أن يعمل فيك معظم الأعمال طبعا مش كل لأنه مش ينفع الولادة تبقى حب الأبي من الروح القدس تحصل لحد تاني لكن كل أو معظم الأعمال اللي عملها الروح القدس حتى القيامة من الأموات الروح القدس سيقيم الشخص اللي مات على رجاء هيقيمه من الأموات إذن عزيز المشاهد الكريم ماذا الروح القدس يمكن أن يعمل فيك نفس الأعمال التي كان يعملها في ربنا يسوع المسيح كل المطلوب أنك تتأكد أن الروح القدس يسكن فيك وده طبعا متوقف على إيمانك بربنا يسوع المسيح ده أهم شيء الشخص اللي يسلم حياته للرب يسوع المسيح بمجرد ما يسلم حياته للرب إذ أمنتم إذ يعني بمجرد إميديتلي فورا إذ أمنتم مش إذا أمنتم لكن إذ أمنتم يعني مفاش ألف مفاش ألف في الآخر مش إذا أمنتم لكن إذ أمنتم ختمتم يعني بمجرد إيمانكم يسكن الروح القدس فيكم الشخص اللي يسلم حياته للرب الآن إزاي يسلم حياته للرب يؤمن من هو المسيح الله الظهر في الجسد ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي يؤمن بشخصه يؤمن بعمله على الصليب يسلم الحياة ليه بتوبة النتيجة التلقائية المباشرة يسكن الروح القدس فيه وطالما الروح القدس سكن فيه يمكث معه إلى الأبد ويعمل فيه كل هذه الأعمال اللي عملها في ربنا يسوع المسيح حبائي سعدت بكم جدا في حلقة اليوم من برنامج فكر المسيح أتمنى أنك تعطي فرصة للروح القدس أن يعمل فيك عمله الذي عمله في ربنا يسوع المسيح الذي له كل المجد وإلى اللقاء في حلقة أخرى قادمة من برنامج فكر المسيح الرب معكم اشتركوا في القناة ورد وتنتي بألم ودي لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح أصل المسيح هو الحياة هو الطريق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة